في أيام المسيح كانت هذه المناطق مزدحمة كان من الجهة الأخرى في منطقة الحمّة الحمّة السورية المياه الساخنة وكانوا يأتون بالمرضى من كل مكان حتى كان بيأمنوا بيستشفوا من هذه المياه لهذا السبب نقرأ عن أعداد كثيرة وغفيرة من المرضى اللي كانوا يجوا ليسوع يمكن وصلوا إلى حالة أنه ما فيش شفاء لكن شافوا في المسيح أنه هو الطبيب وهو الشاف فكانت الجماهير تزدحم من كل المناطق المحيطة من سوريا من الساحل من سورو سيدا من الديكابوليس من العشر مدن حتى جاءوا من اليهودية من منطقة أورشاليم ومن عبر الأردن وهذه المناطق التي كانت تعج بالسكان بسبب الظروف طبعا المعيشية الاقتصادية مناطق خضراء للزراعة زراعة القمح وما ننسى طبعا بحيرة طبرية هذه هي البحيرة المشهورة بحيرة طبرية نسبة إلى تيباريوس قيصر بناها هيرودوس أنتيباس تكريما وتخليدا لإسم تيباريوس لكن الإسم المشهور في هذه المنطقة كينيرت بحسب الكلمة في العهد القديم تعني الكنار الكنار تشبه الآلة الموسيقية ولأنه كمان في أصوات عزبة إذا بتيمكن تسامع أصوات زقزقة العصفير فهذه المنطقة كلها بتحيط فيها الأشجار الخضراء الجميلة واحدة من الأسماء أيضا بحيرة الجليل من كلمة قليل تعني دائرة لأنه كان في مدن وقرى كثيرة حول بحيرة طبرية ثم أحبائي هذه البحيرة تسمى بحيرة مش بس الجليل أو طبرية تسمى بحيرة جنسرات نسبة إلى ميناء جنسرات وإحنا منحب نسميها بحيرة يسوع جمال المنطقة كتير كتير حلو إحنا طبعا على جبل وهذا الجبل يعلو 150 متر فوق سطح بحيرة طبرية لكن 62 متر تحت مستوى سطح البحر يعني البحر الأبيض المتوسط ليه؟ لأنه كل المنطقة تقع في الشق السوري الأفريقي اللي بتبتدي من جبال طورس في الشمال الشمال التركية بتنتهي في بحيرات فيكتوريا أو الشلالات فيكتوريا في الجنوب في أثيوبيا عند أثيوبيا والمنطقة كلها منطقة غور غور الأردن وطبعا بحيرة طبرية 212 متر تحت مستوى سطح البحر لكن إحنا على جبل 150 متر فوق بحيرة طبرية 62 متر تحت مستوى بحر الأبيض المتوسط هذه البحيرة الجميلة اللي لقت كل الأحداث اللي منقرأ عنها في العهد الجديد هذا الجبل يسمى جبل التطويبات طبعا الكاتوليك اشتروا كل الجبل وهذه المنطقة تابعة لرهبات لفرانسيسكان وبنيت هذه الكنيسة فوق تشابل كنيسة صغيرة مكتوبة في كتابات واحدة رهبة كان اسمها إيجيريا من القرن الرابع اللي كانت سايحة بتزور كل المواقع الكتابية واليوم منعتمد على كل الكتابات اللي كانت بتشرح عن هذه المنطقة قالت إنه كان في مغارة صغيرة مرصفة بالفسيفوساء وكان العباد بيجوا بيصلوا في هذه المنطقة عند بحيرة طبرية هذه المنطقة جبل التطويبات هو الجبل اللي تكلم منه الرب يسوع المسيح في عزته الشهيرة على الجبل فأنا بدعوكم إن تستمتعوا معي في دراسة هذه الحلقات اللي بتدور حول كل موضوعات العزة على الجبل ورح تكون بشكل مستمر أنا بصلي إنه هذا التعليم فعلا يكون بركي لحياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر